السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فزورك بيت التقال على طول يعني وبنشوف الغد الوقتي وبتالي احنا صغيرين من الاربع لملكوا الدنيا فيقولك انهم اتنين مؤمنين واتنين كيفران طيب خلينا ناخدها بالسند هي وردت فين? اه وردت في مصنف ابن ابي شيبة عم جاهد قال لم يملك الارض كلها الا اربع مسلمان وكيفران فاما المسلمان فسليمان ابن داود وزكارنين واما الكيفران فبختنصر والازحاش ابراهيم في ربي ورد في ابن جريجي طبري في تفسير عن مجاهد قال ملك الدنيا مؤمنين سليمان ابن داود وزكارنين وكيفران بختنصر ونمرود ابن كانعين والحاكم برضو روى القصة دي في المستدرك طيب والامام السيوتي هو اللي تفرد ورفع الكلام ده لرسوله السلام قال ان رسوله السلام ده قاله وقال ان الكلام ده عن ابن الجوزي في التاريخ وفي تاريخ ابن جوزي مذكور ان هو عن اثر مجاهد فالحديث لا يصح رفعوه لرسوله السلام وانما هو عن مجاهد قال ان الابي عسل السلام وده غير صحيح يعني ما نكسب عليها متعمدا فلا تبقى مقعده من النار ملك الارض مؤمنين وكيفران فالمؤمنين زكارنين وسليمان والكيفران نمرود وبختنصر وسيملكها خامس ومن اهل بيتي طيب تعال ناخدهم كده واحدة واحدة اول حاجة موجود في الحديث معانا اللي هو سيدنا سليمان ابن داود وحسب اللي موجود بقى في العهد القديم او حسب الرواية التوراطية ان المملكة بتاحته كانت يعني كبيرة جدا ومشرك ومغرب واو والحاجة دي كلها لكن لما بنيجي نقرأ التفاصيل بنكتشف ان المملكة كانت صغيرة جدا يعني ممكن نقول مثلا يعني الكدس وحتة صغيرة حواليها يعني حتة بسيطة جدا من فلسطين ممكنش قادر عرف تدخل غزة ساعتها يعني حدوده ما كانش عرف يدخل غزة تمام وكان في حرب بين المملكة بتاحته وبين آآ ملك من ملوك مصر في ساعتها آآ شرشنك تمام فالموضوع يعني كان حاجة صغيرة جدا هم بيهولوا في الارقام زي لما اقول لك ان سيدنا موسى دخل آآ سيدنا يوسف آآ جاب اهله دخلوا كان عددهم يعني في حدودة اربعين واحد وبعدها بمت سنة ولا متين سنة خرجوا خمسمائة الف واحد نصف مليون طب ازاي ازاي يعني مفروض انه خرج بنفس الاهل وزرية يعني سيدنا موسى خرج بقوم سيدنا يوسف فمفروض انهم مثلا زادوا الدعف دعفين تلاتة ما ينفعش الزادة الرائبة اللي حصلت دي يعني احصائيا ما ينفعش ففيه اخطاء كتير جدا في موضوع الارقام لما نجي نشوف الهيكل سيدنا سليمان اللي هو اتبنى على جبل موريا آآ شارع سليمان في بناء بيت الرب في ارشليم طوله ستينة زراعا وعرضه عشرونة زراعا وسمكه سلسونة زراعا ده في سفر الملوك يعني تقريبا آآ عرضه عشرة متر وارتفاع خمساشر متر والطوله واحدة زين متر يعني ده يعني مجلس بنعمله بسهولة يعني حاجة بسطة خالصة واللي عمله كان كان عانيين يعني العرب هما اللي بنوه ماشي فهو استعاند العرب عشان يبنوا الهيكل الصغير دوت وحدود المدينة كانت صغيرة جدا يعني حدود المملكة بتاع سيدنا سليمان كانت بسطة جدا نقل من مساحة فلسطين كانت على جزء صغير منه مش مش امتلك بقى المغرب والهند والصين والكلام ده كله 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 غير حيا وبالمناسبة هما يقول لك ان سيدنا سليمان سبب انهيار مملكته مملكة بتاعتها ما عشاش كتير هي عصر داود وعصر سليمان وبعد كده انقسمته بتاع بيقولوا ان هو كان بيعبد الاصنام ده الرواية بتاعتهم يعني احنا طبعا عندنا سيدنا داود و سليمان معظمين لان هم انبياء هم بالنسبة لهم ملوك مش انبياء هو في اخر حياته بنى لكل واحدة من اللي تجوزها على كلامهم الف بنى لكل واحدة فيها لله اللي بتعبضه يعني بنى قالها كتير فده سبب انهيار الهايكل والانهيار المملكة بتاعته حسب الرواية التورطية وبالمناسبة يعني علم القثار وعلماء يهود وعلماء سيونيين في جامعة تل ابيب زي الساشكين بيقول في كتابه الماضي الخرافي ان مفهوم بنى الهايكل بوصفة مركز لعبادة يهوى تلك الصور اللي ما كان لها في اوصاف الماضي التاريخ الحقيقي ده هي قصة وما نعرف حول القصة ما نقدرش نعملها على انها تاريخية وما فيش اي اثبات اسرائيل من جامعة تل ابيب بيقول لك احنا ما فيش اي حاجة تثبت وجود اليهود بالقدس وده اتنشر في جريدة جيروساليم ريبورت الاسرائيلية بتقول لانه مفيش اساس او شاهد اثبات تاريخي على وجود داود مفيش اثبات تاريخي ليه لان هما زودوا وحطوا ان هو بقى المملكة بتاعته كانت عظيمة بقى والحاجات ده كلها لما جوم يبص في الاثار ملقوش الكلام اللي مكتوب داود يعني اهوضح لكم المعصود مش بننفي وجوده لكن غزو بدر كان عدد المسلمين التلثمائة واربعتاشر والكفار الف فمسلا حد بقى حب ان هو من حخامات يكبر فرح حطهم تلثمائة وعشرة مليون وحط هنا اربعين مليون وحط بقى ان هي حرب مات فيها حط ارقام كتري جدا فلما يجي دور على الحاجة دي ملهيش لانهيه كانت معاكة قوية تأثيرا لكن الاعداد والحجم بتاعها كان بسيط دي دي الفكرة طيب اللي تعال ابقى نشوف زوج قرنين تمام زوج قرنين اللي مقصود هنا. يعني نفرع بين اتنين. ماشي. الاسكندر الاكبر وذوكورنين اللي هو مذكور في القرآن. تمام? يعني الاسكندر الاكبر ما ينفعش يكون هو الزوكورنين اللي موجود في القرآن لان ربنا يعني مدحه وقال ان هو كان موحد عكس الاسكندر الاكبر. اول واحد قال ان الاسكندر الاكبر هو ذو الكارنين ده كان ابن سينة. ابن سينة لو علم في تفسير القرآن ولو علم في التاريخ. هو علم كبير جدا في حاجات تانية لكن في الاجزاء دي كان بيجتهد. والاسف ما كانش عنده علم كافي اللي اجتهد. هو اجتهد اجتهد وانتشر في قطب كتيرة لكن لا اساس لها من الصحة. الاسكندر الاكبر معروف الحدود اللي هو فتحها ووصل الاسكندرية بتاعة مصر واقناه هنا ان هو ابن الاله وامون وكلام ده كله. وراح سوريا ومات. يعني المملكة بتاعته ما امتلكش الارض كله وطلع من مكدونيا. والحدود بتاعته معروفة. تمام? طيب. مين بقى ذو الكارنين اللي مذكور في القرآن? في رواية كتيرة جدا مش عايزين نسخل في خلاف لكن. كلهم ما امتلكش الارض. يعني اكتر حد بيشوروا ليه اللي هو كورش اللي هو مؤسس الفورس. وده اليهود يعني بيعتبروا هو المخلص لان هو آآ 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 الغى النفي البابلي. لللي كان عابم نبغزة ناصر. هو اللي هم اللي عايزين رجع يرجع. لكن اغلابهم ما رجعش يعني هم مفروض ان هم اتناشر آآ بيت او اتناشر عائلة. عائلة اللي هو سيدنا يوسف واخواته الحداشر. فهم اتناشر قبيل او اتناشر سب. اللي رجع اتنين وعشرة فيهم قال لك لا احنا عايزين نقعد في العراق. لذلك كان في يهود كتيرا موجودين في العراق. عجباتهم الحضارة وعجباتهم الاعداف قعد هناك وفي بس جزء صغير هو اللي رجع لفلسطين. وكان فيهم كتير مجتنعين ان احنا ما نفعش نرجع غير لما ربنا يبعت لنا يسوع او يبعت لنا المخلص او يبعت لنا حد يبدأ يعمل الهيكل واحنا ساعتها نروح. مفروض ان احنا ننفي نفسنا لحد ما ربنا يبعت اللي ياسس المملكة واحنا نبقى نروح. ما نفعش ان احنا نبني الهيكل او ندبح البقرة او الحاجات دي كلها. ده حسب الروايط بتاعتهم. يعني ما فيش حد ملك الارض لسيدنا سليمان بداود ولا زكرني. بختنصر معروف الحدود بتاعته ومعروف موجود في التاريخ ونمرود برضو. يعني الحدود بتاعته كانت سوريا العراق. فما فيش حاجة زي كده. حتى المهدي ما فيش حديث بيقول ان هو يملك الارض. تمام? يعني الزيادة اللي ياسس يملك الخمس مناء لبيتي. الحديث ده مش موجود. وان كان بعض العلماء ذكروه لكن احنا ندور على السند. تمام? طيب في نقطة كده انا لاحزتها. بمناسبة بقى الملوك. آآ يعني كان في بعض الموضوعات ففي بعض اللي يقولك ان العهد القديم في اختلافات كتيرة شوية يقولك ايه ان الملك ده عاش اربعين سنة وشوية قولك عشرين سنة وشوية تمانين يعني في اختلافات كتيرة آآ في نفس الكتاب. حسب مثلا انت بترى من اني جزء. طيب ايه سبب الموضوع دهوت? سبب الموضوع ده وجود الفجوات يعني العهد القديم لما جيك كتب. كتب بعد موت سيدنا موسى ب 1500 سنة تقريبا. التبنى نتيجة ان هو يعني الحاكم بتاع مصر قال لهم احنا آآ باطلاي موس قال لهم احنا عايزين نعمل كتاب كده في المكتبة يكون في آآ التاريخ بتاعكم. فهوما بدأوا يجمعوا كل القصص اللي كانت موجودة. والاساطير والروايات والحاجات دي كلها يجمعوها في الكتاب. انا ما بكلم من مش من ناحية نظر اسلامية من ناحية نظر تاريخية. سيدنا موسى نزل عليه آآ خمسة اصفار. تمام? هوما بقى زوادوا الحاجات دي كلها من كتب تانية او صفر ملوك واوة الحاجات دي كلها. دي ما لهش علاقة باليهودية او بالديانة اللي انزلت على سيدنا موسى الخمسة اصفار. فبدأوا يجمعوا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا لكن لقوا فجاوية يعني مثلا ايه? لو حد جاي يكلم على تاريخ مصر وبدأ يكتبه. على فكرة يعني الاسرات عصر اسرات التلاتين اسرة او تاريخ المصرين الكدامي ما قبل التاريخ برضو كتب في عهد باطلاي موس تاني اقل لحد من المتخصين اكتب لتاريخ. فبدأ يكتب ويوثق والحاجات دي كلها. وطبعا كان سهل بالنسبة لي ويقرأ اللغات القديمة فبدأ ان هو يكتب من كتب مكتوبة ويحط التاريخ صحي. لكن بالفرد ان في وهو فيه اخطاء بسيطة عنده ممكن نتكلم فيها زي مثلا اا ان هو الاسرة 18 بدأت مثلا باحمس مع ان مفروض ان احمس مش اسس ده ده ابوه وجده كانوا ملوك. لكن ليه هي وجهات ناصر يعني. لكن هي الفكرة كلها ان حصل فجوات معهم وما بيكتبه في العهد القديم. فيه حد في النص. فهو يقولك نكمل يعني. اا ده مسلا مسك 22 الاربعين. احنا عارفين الستين للثمانين من لي مسك. اللي في النص ده مش عارفينه. خلاص بدل ما هو مسك 20 مسك اربعين. كأنك بتزبط سبيب بتاعك وفيه شركة مثلا او فيه فترة كنت قاعد بالشغال فيها او شركة زمعت وحشة. فبتضم بتقولي احنا بدل ما الشركة دي سنة لا هنخلىها سنتين. عشان ما نقولش ان احنا نكون قاعدين في البيت. فده اللي حصل في الكتاب يعني ده. بدأ ان هما يحاولوا ان هما يسدوا الفجوات. ولذلك هتلاقي في بعض يعني هما واخدين كتير جدا من الحضارات اللي كانت مقبودة في سوريا. واخدين من اصدر جلجامش. واخدين من الاغاني. يعني السفر اللي شادنا بتاخد من اغاني كان بتالف الافروح. فبدأوا ان هما يجمعها كتير جدا من تاريخ اليمن من تاريخ اه. وزاة ان هما كانوا مبهورين بالحضارة القدماء المصريين. يعني بدأوا ينسبوا تاريخهم للملك اللورنس التاني. تمام? وده بش كلامي. ده كلام فرويد. يعني من نفس. قال لك عودة اليهود هي قدماء المصريين. وهم لما لقوا كتاب التاريخ بالكتب عن قدماء المصريين بدأوا يركزوا ان هما ينسبوا نفسهم لملك عظيم زي. انا نسي التاني. وده غير صحيح تاريخيا يعني. تاريخيا هما ما كانوش موجودين في الاسرة التمنتاشر. هما كانوا موجودين في عصر الهكسوس وملك الفرعون او فرعون اللي كان بيعكم ساعتها في مصر ساعتها كانت أسامة ثلاث حتة فوق ووسط وتحت. فاللي كان بيملوكها واحد من الهكسوس. لكن المصريين القدماء بعد ما الهكسوس خرجوا ما كتبوش حاجة عن الهكسوس والهكسوس ما كانوش بيكتوب حاجة عن نفسهم لان هما كانوا كانش عندهم تقدم غير في العجلات الحربية. فبدأت تضيع المعالم بتاعت الفترة ديت. لكن في بعض الوسائق وفي بعض المخطوات اللي موجودة. اللي بتأكد ان الفرعون كان من الهكسوس. يعني ساعتها كان الحاكم في الحتة دي في الهكسوس وجزء الاسفل مصر. الاسوان اللوصر ده كان آآ مصريين اللي كانوا بيحقوبهم. ما علينا دي فكرة ان في بعض الحاجات لما تبيجي تقراها بتلاقي فيه فجوات في التاريخ فهم بيحاولوا يسدوها. زي مثلا لما تيجي تقرأ مثلا في الحضراب دعت سوريا القديمة. بتلاقي ان في آآ مثلا يقول لك ان الماك ده عاش تلتاشر الف سنة. ومارك التاني واعاش في واحد وعشرين قبل سنة. ما نبش بتكلم على ملكة. هو بتكلم على عائلة. بس هو ما عندوش تفاصيل اسامي لان هي بتكتب على الطينة. تمام? ودي بالمناسبة يعني السبب ان فرعون بيقول آآ فهمني لي صارحا انه كان بيكلم صارحة من الطين. غير الحضارة مصرية بتتكلم عن حجر. لان هما اساسا كانوا متعودين ان هما يبنوا الطين. الهكسوس. فبادأت فاجوات في التاريخ بسببها ان في معلومات نقصة فهما كانوا بيحاولوا. بدل ما يقولك فيه ملك ما نعرفش اسمه. لا يبدأ انه يزود ده عشرين سنة بحس ان يقلل الخجوات. ممكن ما يكونش الملك اللي ميسيك ممكن يكون ابن. بس هو ما عرفش ابنه. فهو يروح لضمه مع مع ابوه كده. ولذلك برضو هتلاقي حاجة غريبة انه فيه عنصرية حتى معينة برضو. انهما لما جوموا يكتبوا الانجيل والتوراب او العادل قديم عادل قديم باللغات اللاتينية بدأوا يترجموا الاسامي. ودي حاجة غريبة. يعني عيسى او يسوع مفروض تترجموا ساحة هتلاقي الاسم تغير. واسامي كتير جدا تغيرت. تحس انها بش اسامي عربية او اسامي ناس كانوا عاشين في المكان. هم عايز يفصل. يعني عايز يخلي سيدنا عايزة لونه ابيض بش بش لونه قمحي زي اهل فلسطين. لأ او عايز يفصل يقول لك لا دة دول كلهم اوروبيين. كل اسامي جون. كل الاسامي اللي هتلاقيها حتى اسامي الراوة الاناجيل برضو ترجموها او يعني يخلوها النقط اوروبي. ما تسامي باسمه زي ما هو الاسامة ما ترجمش. لكن هما تعمدوا الترجمة. دي من انواع الغريبة جدا اللي انت لما تجي تقرأ في الاناجيل او تقرأ في بالانجليز يتلاقي الاسام كلها محتاجة قموس عشان تعرف ده هو ده ده هو ده تلاقي اسامي ما تتغير وهكذا ماسيوس طيب بس مش هطاول عليكم بس هي الفكرة كلها ان ان بنشوف القصص بنلاقي ان ما فيش حد ملك الارض حسب علمين او يعني حسب ما وصلنا من التاريخ ومن كتب الدين فيش حد ملك الارض كلها لا لا سيدنا سليمان ولا زكارنين ولا بختونصر ولا لا زحاجة ابراهيم في ربي ولا المهدي ما فيش حد حسب علمنا بدليل صحيح سوى في كتب التاريخ او في كتب العلم بيقول ان حد ملك الدنيا